التقارير والأخبار والأحداث توحي أن هذا الجامع نهايته قربت لأن المعارك الطاحنة أصبحت حوله وكأنما تسمع دعايات سيفجر الجامعة ستفجر المنارة سيفجر وسبحان الله كيف ظهرت ما الغاية وحدث الذي حدث وتفجر الجامع والمنارة وهو أثر تاريخي كبير للموصل أن شاءه نور الدين الزنقي ذلك القائد الشهير وهذه المنارة فيها رموز حضارية كبيرة للبلد تفجيرها يعني تفجير لحضارة البلد بصراحة ومحو ومحق لهوية البلد كما محقت ومحقت هويات كثير من هويات الموصل الحضارية التاريخية التراثية نقول إعادة إعمار لاحظ كلمة إنشاء من البداية على غير سابق عهد تستطيع أن تأتي بخارطة وتنشئ لكن إعادة إعمار أن تعيد الإعمار كما كان هذه مهمة أصعب معقدة خصوصا بعد التفجير أنت تريد تعيد نفس البناء هذه مهمة معقدة وليس سهلة تستطيع هذا البناء نفسه لو كان من جديد بدون إعمار يمكن بسنتين لكن إعادة إعمار أنا أصورت مدة أطول الإمارات مشكورة قامت بهذا التبرع السخي يعني هذه خطوة كبيرة تدل على وشائج الأخوة على وشائج الإنسانية تدل على أنهم يعني يراعون ويريدون أن تعاد هذه المدينة كما كانت وهي هم ليسوا مجبورين لكن هذا تطوع أخوي إنساني اجتماعي ديني سمه ما شئت هي خطوة لا يمكن لا يمكن لناكر أن ينكرها أبدا